عايز تتفرج على المزيد من التوحش الصهيوني حتى على مستوى التصريحات عاوز تشوف المزيد من البجاح ما هو لازم يتوحش ولازم يتبجح ولازم يرتكب المزيد من المجازر والمزيد من الشنائع طول ما العالم قاعد بيتفرج وتحريك السواكن مش موجود يعني بتسلقيل سموتريتش اللي هو وزير المالية الإسرائيلي قال لك إحنا اتعرض علينا اقتراح وإحنا شايفينه اقتراح جيد جدا إيه يا حبيبي بقى الاقتراح قال لك إنه إحنا نفتح الهجرة الطوعية شوف بقى هنا إيه البجاحة والسفاقة والحقارة إحنا نفتح الهجرة الطوعية لأهالي غزة فيسافروا لكل أنحاء العالم وإحنا بقى كلنا لازم نساعدهم في قبول طلبات الهجرة لشتى أنحاء العالم فبكده هم هيلقوا وطن وانحل بقى المشكلة بتاعة الغزوية ومشكلة الإسرائيليين وكل حاجة كده تبقى تمام أول حاجة تبص ليها مش بس التبجح لا هل لازم تبص على إنه حتى هذا الكيان عكر الوجه أيقا إنه مخطط التهجير القصري إلى مصر انتهى ولا حديد فيه ولا تفكير ولا مقبولة فيه المناقشة وأنا قلت لك الكلام ده الأسبوع اللي فات ولا أول الأسبوع ده أظن قلت لك كده حتى المناقشة غير مقبولة يعني وهذا موقف واضح وكل قادة العالم من أول جو بايدن إلى أصغر حد عارف إنه محدش يفتح بقه في الجملة دي خالص خالص طيب فييجي بقى هذا المتبجح يبقى إيزاً هذا المتبجح جزء من حكومته المتبجحة أيضاً فاهمين إنه خلاص الخطة دي بازت راحت فيبدأ يقول لك يبقى وإحنا نفتح باب الهجرة الطوعية خد بالك من المصطلح برضو الطوعية ما إيه لو عايز فتروحوا بقى تعيشوا في كل حتة في العالم وكده نبقى حل لنا المشكلة أنت متخيل كم قلة الأدب والبجاحة يعني ناس جاية من كل حتة في العالم وكانت لهم أوطانهم وجنسياتهم وبيوتهم وشركاتهم وأملكهم وحاجتهم في كل حتة في العالم وبعد الإنجليز خدوهم جابوهم عندنا يقوم يجي التبجح يصل إلى حده الأقصى يقول لك إحنا نطلع بقى أصحاب الأرض الأصليين في شتات في العالم ويعملوا هجرات بره وياخدوا بقى جنسيات تانية فالفلسطيني ننسى أنه فلسطيني فيبقى كندي يبقى أمريكاني بأسترالي نيوزيلاندي هولندي يالله ترجمة نانسي قنقر